الخبر الأول يعدنا عن برهم المعراوي وفضيحة البيسان إسماعيل ونارين بيوتي بعد من النارين نزلت هذا المقطع على قناتها يجدت وضح بي أنه ماكو مشكلة بينه وبين بيسان حتى بالفترة السابقة لما كان المتابعين تيتهجمون عليهم بشكل مطبيعي لضوح أنه بذاك الوقت ما حطلع برر معاعتهم البيسان إسماعيل كانت طلعت تنزل شوية استوريات ووضح بي أنه ماكو مشكلة بينه وبين نارين ولكن كانت نارين ما كانت تتعبرها ولا تنقبل هذه الاستوريات طبعاً يذكر مخاطئ أصطابقه ولي منهم طبعاً مخطأ المقلب اللي ما يجمال قالت أنه أساس النارين كانت تحشي على بيسان ذلك اللي يخلي برهم المعراوي هو المتابعين يتوقعون أنه بيسان إسماعيل ونارين بيوتي شارك مشكلة سابقة بينهم ولكن الحمد لله وإن شاء الله ألف مبروك حالياً حالة هذه المشكلة هم مرجعوا أصدقاء ولكنهم ما حابين يحصلون باستابقه كان لكم مشكلة وطبعاً برهم المعراوي نزل هذا اللي سوري تشان كاتب بي هه ملعوبة منكم يا حيايا ولهو يقصد أنهم حاولوا يكذبون أنه ما كان هناك خلاف بيناتهم فمادر صراحة ونحبوا بالكومنتات تتوقعون فأني كان هناك خلاف سابق بيناتهم ولكن حاوله ونقوله ما هناك خلاف الموديلات يعني من تقول شي أو من تحش شي 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 عليهم وبالنضافية يا أحباب كل المتابعين نورستار صاريت هجمون على بيسان إسماعيل ويتبوها أنه هي غيرت السابق نهي صورته يا ناري ميوتي فمادر صراحة من الكومنتات هل تساقطت تجمع تعرضت له أو لا وننتقل حاليا أنش شايب وتحكير حسابه بالإنستغرام يمكن شكل الناس الهكر الهكر بينين ستاريط طمع الأس الحمدلله أنه حساب بني الرجع هو نفس الهكر حساب أنش شايب بالإنستغرام فمثل توقع نلقائي سوي بكل هذه الأشياء طبعاً إن شاء الله يرجع الحساب بسرع وقت وكتبنا حباب الكومنتات شو توقعاتكم اللي قاعد يصير وننتقل حاليا مفاجآت اليوتيوبر ونبدأ بنور ماري نزل هذا اليوتيوبر كانت يعني من خلاله أنه باجرا حينزل لنا مقطع على اليوتيوب رح يكون مقطعكم كل شناري آكل رح توقعكم الهستوريات ساعة الأربعة حين زي شوفوها كيف كان يا جماعة الخير؟ شراء تكونوا بخير حابقا لكم أنه بكرة في فيديو اليوتيوب شي رهيب اجتريت شغلة غالية جداً 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 وفيه مقلب وفيه مع شخص جداً وفيه شغلات كثيرة بكرة بكرة على الساعة أربعة وعى الساعة خمسة وقت وقت للمرة سيكون جداً ننتقل حاليا نور ساري نزلت هذا اليوتيوب كان واحد المتابعين قاعد يسألها شوق تناوية تنزلين لغنية جديدة في الردت علي قريباً جداً 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 وبعد أن نزلوا شوية تشتوريات كانت ويا آياتي دياليوم خلال أنه سيجزدونا مقاطع خرافية ونارية اليوتيوب اليوتيوب برا بنت اوكي يوتيوب برا بنت كان المفهور تعطي تلميح أنه أنا وياها عند صور شغلات كثيرة كبيرة خ malfيكة وال complexity وعطتكن تلميح بس التلميح اللي اللي عطتكن إياه أنا ما فهمته مرحبين نور ماذا ياكن خطط؟ عطت أول تلميح انا قلت اوكي خلص العالم هيعرفوا بيت جولة بالبيت من لا لنوع عطت أخر تلميح قلت اوكي خلص اي شيء لطراج اياة خطرة أخرجوايا تبيارى ماريا حبايب وناها في قصص والان هم راح يفتعون البث مباشر ويبعض على تطبيق وولف ومن واضح ان راح يشوفون به ويا حقائق بعد اللي صار الخلاف مادر اطراح لطماء البث الساعة من 11 فالكل يشترك بالقناة يا حبايب وعند باشر نقول لكم شنو صار بالبث المباشر وبيصل لحبايب الان وصلت المقطع قلو منه المقطع يا حبايب نزلت لكم مقطع على القناة الثاني ما شافي روح يشوفه وصارت يبهم نزلت فيديو كليب ما شافي روح يشوفه رابط ووصفه بس مع السلامة